استهداف لمركز تابع لشرطة الاتحادية في منطقة الكيلو 35 غرب الرمادي نفذه تنظيم الدولة عبر تفجير سيارتين مفخختين يقودهم انتحاريان ما ادى الى مقتل 20 عنصرا من القوات الامنية التفجيران التزامن مع استمرار الهجوم التي تنفذه قوات حكومة بغداد على حي سجارية لليوم الثالث على التوالي مصادر امنية في الرمادي افادت ان القوات العراقية فتحت محورا من الجهة الشرقية لحي سجارية في محولة لاقتحامه مع استمرار الدعم الجوي من طائرات التحالف وطائرات حكومة بغداد حيدر العبادي رئيس الوزراء اكد من جهته ان القوات الحكومية ستتجه لاستعادة مدينة الموصل من قضة تنظيم الدولة بعد ان تنتهي من اعادة السيطرة على تكريت وديالا والرمادي الساحة السياسية شهدت بعض التوترات اثر تصريحات السفير السعودي لدى بغداد ثامر السبهان التي انتقد فيها ميليشيا الحجد الشعبي وذلك خلال مقابلة التلفزيونية على احدى القنوات العراقية معتبرا ان سبب رفض السنة والكرد دخول الحجد الشعبي الى مناطقهم يعود الى عدم قبول هذه الاطراف من جانب المجتمع الامر الذي دفع وزارة الخارجية في حكومة بغداد لاستدعائه وتبلغ احتجاجها الرسمي الذي اعتبرته تدخلا في الشأن الداخلي العراقي وخروجا من لايقات التمثيل الدبلوماسي بحسب تعبير المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد جمال مشددا ان ميليشيا الحشد تقاتل الارهاب وتدافع عن سيادة البلد وتعمل تحت مظلة الدولة وبقيادة القائد العام للقوات المسلحة وتمتلك تمثيلا برلمانيا يجعلها جزءا من النظام السياسي اشتركوا في القناة